السلام عليكم ومرحبا بكم قبل ما نبدأ وكي العادة نصلي كامل على نبي اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد تقول المشتركة اليوم حبيت نشارك قصتي انا اسمي مروة امراء نسكن في الغرب الجزائري في عمري 29 سنة تبدأ حكيتي في واحد النهار اللي كان يوم الجمحة عرضتني سلفتي للعرس انت وليدها انا رحت استلفت على اختي اللي كانت سكن قدامنا شوية حوايج كاين كاراكو وانا كانوا عندي حوايج مبصحة حبيت نجيب حاجة جديدة من عندها المهم هي رحت ليها وقعت نحكي معها تمك طلبت من راجلي انه يجيب طنوبيل ويجي الديني وهو ما كانش عنده الوقت اصلا النهار انت على العرس كان مزير كما تعرفون نسا انا لبست وماكيت وراكم تعرفوا تانيك الاحوال كيفاش راي رايحة تكون بخلطة مرت خويا الغدارة اللي عمري ولا راني رايحة نسمح لها كنت عارفوا واش دارت رايكم رايحين تتشوكي وانت على الصح انا كيس قمت روحي وعدلت اوضاعي ورحت للعرس باش نحضر عادي خليت الدار هكاك اغلقتها من برا برك مرت خويا جات هي وخويا الخداع اللي الله لتربحهم ان شاء الله صوتاو متطرف انت على الصور انا كنت عندي ربا قصيرة رجلي ما خلانيش نلبسها خليتها تماك حتى هي وما صبتها المهم الخزانة انتاعي قلبتها كامل مكاش حاجة ومتوشاتها بيديها انا يا رجلي كنا مخبيين تقريبا 180 مليون في الخزانة هكذا كنا مبروغرامين باش نروحوا انا وياهل الحج انا بلكم واش دارت سرقتها لي كامل انا غضطني كيفاش دخلت الدار بلا ما تشاورني زيادة على هذا كامل واش دارت بينبلي راهي دخلات سرقت الحصول كيكملنا العرس وقع جينا للدار عادي انا كي راجلي مصبنا اشترها من تاعو هو هيا ودي دار لي حالة رجع اللوم كامل فيها وقعد يقول لي بالانتي اللي سرقتهم انا نحلف ونقولوا يا كنت في العرس ويراني رايحة نجي نديهم بعدها قال لي انتي راكي نطلقى نطلقى بالثالات وانا نبكي ونشهق ونحلف على المصحف ونقولوا والله ما اديتها ويقول لي الكدابة انا رحت في هدك النهار غضبت في دارنا اعرفت روحي باللي راني حامل فاتوا شهور وقلت والله ما نرجح السيد هدا راوض لمني على جيل هاد الدرام اللي ما اديتهمش مهم بعد ما فاتت فترة اوقع اعاود ردني وطلب مني اسماح وقال لي اللي غالب انا كنت مقلق ومانيش عارف شكون اديهم كامل اقعدنا نطلعوا ونهبطوا شكون انا رايح زع ما يديهم ثم كنت اتأكدت باللي مرتخويا بس كالقيت صوالح بزاف انتوعي عندها راجلين سالحكايا وانا بعد ما قلت خلاصة هنيت وكل حاجة فاتت يودي اعاود ولا راجلي كتر وكتر معاي امه ولا تتسبني تعايرني بدون اي سبب يذكر حسبي الله ونعمة الوكيل فيها قواه المشاكل معاها كتر وكتر وكل نهار تزيد تحرشوا عليا وهو كل دقيقة يجي لعندي ويقول انتي ما تسويش انتي معفونة المهم بعد ما طلب مني اسماح والمياه والات المجاريها اعاود لنا متداوسين ومتداربين على ادفع الامور حكيتي رح تكون مختصرة انا عجلي طلقني وكان رماني في بيت اهلي وبالنسبة للمرتخويا دراهم اداتهم كامل كيهية كيخويا وما بنعليهم والو وانا الان رعني متلقى في دارنا الحمد لله حاليا عندي بنوت عرب بيحفظ هالي ان شاء الله بالصح اللي ظلمني وحكرني عمري ولا نسامحوا في حياتي ونقول لهم حسبي الله ونعم الوكيل فيكم هدية كل حكاية اختيف الله اختصرتها لك باش ما تكونش طويلة حطيها للمتابعين وان شاء الله تكون فيها على الاقل عبرة واحدة باش يستفادوا منها وما يديروا ثقافي حتى واحد انا كنت مرانية بزاف بسح ان شاء الله رب يعوضني على وشفات عليا وما يبلي مو من باي بلية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة